واحدة بتقول يعني البيت في حسد وفي سحر يا جماعة الحسد والسحر والعين صارت علاقة الناس يعلقون عليها اخطاءهم يقول لك الودة معان بيت مش عارف رفضت عروس له ده مسحورة يا جماعة نحن نقر ان في عين لان الرسول قال العين حق يا جماعة نحن نقر ان في حسد نشرح حسد يا جماعة نحن نقر ان في سحر والق ما في يمينك تلقف ما صنعه ان ما صنعه كيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتان فنقر ان في عين وحسد وفي سحر ونقر ان هناك علاج لهذه الاشياء فمثلا رصوصا الف الصحيح على صوت البقرة ان اخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلاء الصحرة ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لبيد من الاعصر اليهودي انزل الله المعوذتين الفلق والناس وكان يتعاوذ بهم وابو سعيد الخدري ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه انه قرأ الفاتحة على سيد الحي وكان لديغا انما نشطة من عقال اذا فيه عين ايوه فيه حسد ايوه فيه سحر ايوه فيه تلبس جني بانس ايوه كالذي يتخبطه الشيطان النماز فيه علاج للكلام ده ايوه من القرآن وصحيه السنة لكن اخطاؤنا وذنوبنا وتقصيرنا لا نجعلها لا نعلقها على علاقة العين والحسد والجن والسحر الحاجة الاخرى انت لما تكون ربنا موفقك الى تكبيرة الاحرام في الصلاة الخمس الجماعة والى اذكار الصلاة المشروعة والسنان الراتبة القبلية والبعدية واذكار الصباح والمساء والورد القرآني واذكار النوم انت راجل بتقرأ اية الكرسي والاخلاص والمعودتين صباحا ومساء وبعد كل صلاة بتقرأه وعنده النوم بتقرأه ده ربنا يحفظك يا اخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قل في البخاري من حيث ابي هريرة تعليقا وجزما بصحة اذا اويت الى فراشك فقرأ اية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله يحافظ لا يزال عليك من الله يحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالايتين من اخر صورة البقرة في ليلك فتاة العلم قالوا كفتاه كل مكروه اي نعم فاين نحن من هذا لو انت قلت بسم الله والذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء العليم ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات لا يضرك شيء اين انا وانت من هذا لو قلت لا اله الا الله وحده ولا شريك لا لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير ميا بعد الفجر ميا بعد المغلب اين نحن من هذا ايه فضلتها واحد لا اخوة ميت حسن اتنين يمحى انك مائة سيئة ثلاثة كأنك اعطقت عشر رقاب من ولد اسماعيل اربعة وكانت حرزا لك من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي طبقى عملت الكلام ده في المساء كانت حرزا لك من الشيطان حتى تصبح طب وبعدين ولم يأتي احد بافضل مما جئت به الا من فعل مثلك اوزاد عليك او كما قال صلوات ربي وسلام عليك اذا اخوانا الاذكار النبوية فيها تحصين من العين والحسدي والجن والسحر بفضل الله عز وجل لكن احنا مقصرين لا نريد ان ننشط في الطاعات نحن عندنا كسل في الطاعات الا من رحم ربي وعاصم فاللي رحم ربي وعاصم ده ربنا بحفظه فالله خير حافظ فوارحم الرحمين فاحنا نريد ان نتيقن على الوعد والوعيد ولما نجي نقرأ القرآن يعني نحاول ان نتعرف على معاني تفسير تفسير الميسر كده اقرأ من اوقف عليك آية اقرأها في جوار القرآن في الحواش كده تنقرأ معناه فضل الله عز وجل يبقى انت قرأت آيو وردت للقرآن لترطيل طب وبعدين عرفت المعنى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوياه طب وبعدين تتدبر كتاب أنزلناه اليك مبارك ليتدبروا آيات يبقى انت تلوت وعلمت المعنى وتدبرت هتخشع ها قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة وخشعوه طب وفي خارج الصلاة كتاب أنزلناه في خارج الصلاة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثانيا ايه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لإيه إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل لله فما له منها يبقى تلاوة معرفة للمعنى تدبر خشوع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من فشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس معا لهم يتفكرون فقراءة معرفة للمعنى تدبر خشوع بكاء تعيش مع القرآن نحن في حاجة أن نعيش مع القرآن يا أخوانا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود وأحد تلاميذته أحد طلابه أحد أصحابه اقرأ علي القرآن فابن مسعود كما ثبت في البخاري ومسلم استغرب ويتعجب واندهش وقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله قال أقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري فتلى عليهم من صورة النساء حتى وصل إلى قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فظرفت عيناه من الذي ظرفت عيناه الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأتم الله نعمته عليه وهداه صلاة مستقيمة من؟ إنه رسول الله صلى الله وسلم أول من يقرأ باب الجنة ونحن نسمع القرآن ولا نتأثر لا نتأثر لماذا؟ لأن بعض المعاني تغيب عننا ولا نحاول معرفتها وبالتالي لا نتدبر وبالتالي لا نخشع وبالتالي لا نبكي ولا نتباكى أما إذا حدث عندنا فكر في الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم فكر في النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم وكيف نفر من عذاب الله وكيف نتحصل على رحمة الله وكيف نحظى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذو سمعت ولا خطر على قلب بشر وكيف نهي أنفسنا إلى لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أوك راهية الموت يا رسول الله قال لا إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله طيب كره الله لقاءه كلامنا متى؟ وأنا وأنت على فراش الموت نرى موطننا في القبر روضة من رياض الجنة فنحب لقاء الله فيحب الله لقاءنا والآخر عفان الله وإياكم يرى موطنه في القبر حفر من حفر النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه فيا أحبابي إذا قرأنا القرآن انت ابتقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أنا مخاطب بهذا أنا مخاطب بهذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريسوا من عمل الشيطان فاجتنبوا أنا مخاطب بهذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يده الله ورسوله أنا مخاطب بهذا فأي أمر في القرآن كيف أجتهد حتى أأتمر به عبودية لمن على العرش استوى أي ناهي في القرآن أو السنة كيف أجتهد أن أنتهي عن هذا الناهي عبودية لله عز وجل يبقى لما أقرأ القرآن أستحضر أستشعر أن الله تعالى يخاطبني وأتذكر كده ذنوبي وبلاوية قطع زي البلاو اللي نحب بيسويها التقصير في الواجبات بل الإنسان على نفسه بصيرة ونضحك على نفسك حتى زي بل الإنسان على نفسه ربنا جل جلاله قال عن نفسه يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور فبدي أستحضر أن الله تعالى أستشعر أن الله تعالى يخاطبني مش كلما أقرأ يقول آه ده على جاري آه ده على رئيسي ده على مرؤوسي طب واني طبيعة كده براءة يعني أنا كده معصوم كده من الخطأ يعني أنا كده إيه يعني إيه حكاية إيه يعني هذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هل نفسي أنا أمارة بالسوء أم هي لوامة أم هي مطمئنة فهذه يعني أن يرتقي المرء مننا إلى نفس المطمئنة هذا يحتاج إلى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سمولنا وإن الله لما نحسن هذا يحتاج إلى قوله تعالى قد أفلح من زكاه هذا يحتاج إلى قوله تعالى قد أفلح من تزكه هذا يحتاج إلى جهد جهد مع من؟ مع الله عز وجل وبعد كل هذا الله غني عننا ونحن الفقراء أوليه الله غني عننا ونحن الفقراء أوليه هذا يعني أمر مهم جدا يا أخواني أنصح به نفسي في المقام الأول وأنصح به عموم المسلمين والمسلم